خبرني كيف هيك فرحتك بكليب ماريتا الجديد اللي كمان هيك عامل ناجح حلو اكيد مبسوط فيه لانه مثل ما بيقوله اشرافي يعني اذا بدك انا المستشار الفني عامل الكليب كتير حلو كتير بسيط وبنفس الوقت فيه مضمون يعني اشتغلناه بطريقة يكون يفوت عكل يعني رغم انه انجليزي اجنبي ولكن انا بدي اياه كمان يفوت على بيوت بيوتنا الشرقية ويحبوا الشي اللي نحنا عاملينه بطريقة كتير فيه رقي وفيه فيه مش انه يعني لازم ازغنانا اجنبي نفوت على دغري على نغير تقاليدنا فضلينا ضمن تقاليدنا وضمن ضمن البساطة طبعنا وبس بنفس الوقت بيرقي وبتشوف الكليب بتلاقي مشغول ببادجت كتير عالية مصروف فعلي معمول بطريقة كتير حلوة لحتى يتماشى مع وعاصر يعني طبعا ويتماشى مع الكليبات العالمية بنفس الوقت في حكي اليوم بالسلحة الفنية انه الجزء تاني من العراب ما رح يتم خبرني شو في معلومات عن هيدا الموضوع وشو في تحضيرات جديدة والله مثلي مثلك انا اللي بعرفه انه العراب فيه جزء تاني مش ما رح يتم بس ازا تم انا قريد اعامل كونترا لجزئين في حال رح يكون فيه جزء تاني مفروض انه انا كون من الابطال هيدا الجزء واذا ما تم بيكون ما تم انا ما سمعت هيدا الخبر يعني انا بعرف انه في جزء تاني عم نحضروله هلأ والالبوم الجديد وباعت مصر كمان اللي يخلص الالبوم الجديد عم نحضر له ولكن في سنجل مش ما في البوم هلأ قريبا يعني الماخر الالبوم يمكن لا اول السنة جديدة بس في سنجل اللي قريبا رح يصدر لا اغنية تانية كلمات نزارة فرانسيس والحانة انا غير ما عم بتتداول بعض المراكز التواصل الاجتماعي انه هي الاغنية الحانة انا وكلمات نزارة فرانسيس توزيع عادل عايش قريبا بتصدر ومفروض لكلي بيكون اخراج فادي حدان